موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة لليوم الثاني على التوالي لما جرى في تركيا من محاولة انقلابية صلتنا معكم بالأمس مشاهدين ما حصل في تركيا في مساء الخامسة عشر من يوليو الماضي ودور الشعب التركي الشقيق في إفشال هذا الانقلاب بالإضافة إلى عرض عدة مقابلات مع المسؤولين الأتراك اليوم نواصل معكم هذه التغطية في يومها الثاني فأهلا وسهلا بكم موسيقى دولة قطر مشاهدين كان لها رد فعل واضح وصريح من هذه المحاولة الانقلابية في تركيا طبعا جاء ذلك من خلال الاتصال الذي قام به سمو الأمير المفدى مع أخي فخامة الرئيس التركي حيث اعتبر أول اتصال من زعيم لفخامة الرئيس التركي وكذلك الزيارة التي قام بها سعادة وزير الخارجية إلى جمهورية تركيا واعتبار تلك الزيارة هي الأولى لأول وزير خارجية إلى جمهورية تركيا بعد المحاولة الانقلابية الآن دعونا معكم مشاهدين وفي بداية حلقة اليوم الثاني لهذه التقطية ننتقل معكم إلى هذا التقرير والذي يتحدث عن رد فعل دولة قطر اتجاه هذه المحاولة الانقلابية ومن ثم لا نعود لم يمضي الكثير من الوقت على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لتبدي قطر موقفها الرافضة بكل وضوح لكل محاولات التعدي على الشرعية والحكومة المنتخبة في أنقرة التوجه المبدئي للدولة بدعم الدستورية في جمهورية تركيا والتي أفرزتها صناديق الاقتراع جاء من خلال اتصال هاتفي أجراه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة مع الرئيس التركي رجب طيب اردغان آرب خلاله سموه عن إدانته لمحاولة الانقلاب الفاشلة هذا الاتصال كشف عن عمق العلاقات بين أنقرة والدوحة لسيما وأن صاحب السمو كان من أوائل المتصلين بالرئيس التركي عقب محاولة الانقلاب كما أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا بدولة السيد بن علي يلدرم رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية التركية الشقيقة هناءه خلاله على التفاف الشعب التركي حول قيادته ضد الانقلابيين في محاولتهم الفاشلة لزعزعة أمن واستقرار تركيا كما أعرب معاليه عن إدانة حكومة قطر وشعبها المحاولة الانقلابية الإرهابية ضد الشرعية الدستورية في تركيا مؤكدا دعم دولة قطر للشعب التركي والقيادة التركية موقف آخر سجلته قطر في دعمها للمسار الديمقراطي في تركيا جاء من خلال زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية إلى تركيا ولقائه بفخامة الرئيس التركي ليكون أول مسؤول رفيع يزور تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة سعادة وزير الخارجية نقل خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وتمنياته لأخيه فخامة الرئيس التركي وللشعب التركي بمزيد من التقدم والنماء بالنسبة لعلاقات قطر وتركيا هي علاقات استراتيجية وعلاقات قوية كما يعلم الجميع لذلك كنا من الدول السباقة في التواصل مع الرئاسة والتواصل مع الحكومة التركية وطبعا إصدار بيان إدانة لهذا العمل الذي كما ذكرت لك سابقا أنه هي إدانة مبدئية للعمل نفسه أيضا بغض النظر سواء كان هذا العمل في تركيا وفي دولة أخرى غير تركيا ومع الساعات الأولى للمحاولة الانقلابية كانت الخارجية القطرية مواكبة للحدث فأصدرت بيانا قالت فيه أنها تدين وتستنكر محاولة الانقلاب والخروج على القانون وانتهاك الشرعية الدستورية في جمهورية تركيا مؤكدة تضامن دولة قطر مع الجمهورية التركية الشقيقة الموقف القطري تجاه المحاولة الفاشلة للإطاحة بالشرعية الدستورية في تركيا جاء انعكاسا لواقع العلاقات المتينة التي تربط الدوحة وأنقرة وتطور الكبير في العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين البلدين كما تؤكد على الرؤية الثاقبة لقيادة الحكيمة في قطر والتي تقف إلى جانب تطلعات الشعوب في تحقيق النماء والازدهار إذن كما شاهدنا معكم مشاهدين الكرام هذا التقرير والذي لخص لنا الموقف القطري تجاه هذه المحاولة الانقلابية الآن دعونا مشاهدين نشاهد معكم رد فعل المواطن القطري تجاه ما حدث في تركيا لتلك الليلة ومن ثم لنعوده حكومة شرعية مية في المية ونزل الشعب كله في الشارع يأيد أردقان وهذا الشيء مش غريب عليهم الأتراك ومن ناحية الخليجية الشيخ تميم الله يطول في عمره أول من بادر ووقف معه واتصل فيه تلفونيا في أول الأحداث هذا يدل قوة العلاقات بين قطر وتركيا أول شيء في البداية أنا هني الشعب التركي على انتصار الديمقراطية على الآلة العسكرية ثانيا هذا ينم على أن الشعب التركي صاحب ثقافة وصاحب معرفة وتجربة ديمقراطية طويلة جدا نحن دعمين لشعب تركيا وانتربطنا علاقات وطيدة مع الشعب التركي وإحنا غالباً وغالباً مع الشرعية في تركيا ومع الشعب بصراحة الشعب التركي شعب حي أعطى انطباع أن الأمة المسلمة لسه فيها ناس فيهم ضمير فيهم خوف على البلد أول شيء البلد بعدين الأمة بصراحة إحنا كغطريين ما شفنا من الحكومة التركية والشعب التركي إلا كل دعم حق الشعوب الأخرى خصوصا في فترة الربيع العربي فهم كانوا يعني حق نحن كالشعوب العربية أعطى كمثال ومثال ممتاز إذن كما تابعنا معكم مشاهدين هذه كانت ردود بعض المواطنين القطريين من هذه المحاولة والإشادة أيضاً بدور الشعب التركي الشقيق في إفشال هذا الانقلاب لكن دعونا نشاهد أيضاً معكم كيف كانت استجابة الشعب التركي الشقيق لنداء الرئيس التركي ورد فعله تجاه ما حدث في تركيا إنني دوماً أدعم السيد رئيس الجمهورية وسوكاف حتى آخر نقطة من دمي وطننا واحد وعلمنا واحد وشعبنا واحد وجمهوريتنا واحدة الوطن لا يتجزأ والشهداء لا يموتون نشعر بالامتنان لرئيس جمهوريتنا ورئيس وزرائنا ووزرائنا ومؤسسات المجتمع المدني ونقدم الشكر الجزيل لشعبنا الذي انقلب على الانقلابيين ونشكر العالم الإسلامي كله خاصة الشعب القطري والتلفزيون القطري وندعو الله أن يرضى عنكم جميعاً إنه لن يستطيع أحد من كان التفريق بين أبناء الشعب التركي وسنلقن الانقلابيين بإذن الله الدرس اللازم طالما بقي المسلمون يداً واحداً هذه قضية الإسلام وهو كباح الإيمان ضد الكفر وكما نعلم جميعنا أن الحرب بين الحق والباطل موجودة من الأزل ولقد كافح رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء لينتصر الإيمان على الكفر ونحن في تركيا نكافح لذات الهدف فالكفر لن ينتصر على الإيمان إن الدين عند الله الإسلام ولا غالب إلا الله إن الذين نفذوا هذا الانقلاب الغاشم هم الظالمون وجنود الشياطين ولن يغلبوا المسلمين أبداً بإذن الله إنه لن يقدر أحد على إطفاء نورك ربي إنه لن يقدر أحد على تبديل قرآنك ولا قوة لأحد فوق قواتك فتركيا هي بؤب العالم الإسلامي وصدره ولن يقوه أي من الكفار على تدمير تركيا إذ لا قوة تعلو قوة الله لم يستطيعوا بإذن الله أن يمصوا الإيماننا نحن هنا جئنا من أجل الموت ولن نسلم رئيس جمهوريتنا إلى أي أحد وعلى استعداد للتضحية بأرواحنا من أجله الشهداء لا يموتون والوطن لا يتجزأ نشكر تلفزيون قطر وندع الله أن يرضى عنكم جميعاً ندعو الله أن يرضى عن رئيسنا ورئيس وزرائنا إننا نسير على خطاهم وندعو الله كذلك أن يجعلهم دوماً على رأس قيادة هذا البلد كما ندعوه أن لا تعود هذه الأيام مرة أخرى وأن يقينا كيد أعدائنا وأتقدم بالشكر للتلفزيون القطري حيث قطر دوماً إلى جنبنا وندعو الله أن يرضى عن الحكومة القطرية وعن أميرها الشيخ تميم لم يمر علي انقلابنا البتة إلا هذا الانقلاب إن معلماتي عنه لا تتجاوز حدود ما قرأته عنه أو سمعت أعتقد أننا نجونا منه بخسائر قليلة ندعو الله أن يرضى عن رئيسنا ونشكر التلفزيون القطري على جهده متمنين لهم وصلة النجاح وندعو الله أيضاً أن يفرج عن بلادنا وأن يخلصنا من هذه اليوم مظلمة نشكر رئيس جمهوريتنا ونشكر تلفزيون قطر على جهوده ولن يقدر أحد على الإضرار بتركيا من ضمن اللقاءات أيضاً المشاهدين التي أجريناها مع المسؤولين الأتراك أثناء وجودنا في تركيا لتقطية حدث المحاولة الإنقلابية كانت مع السيد محمد شمشيك وهو نائب رئيس الوزراء التركي في هذا اللقاء تحدثنا مع السيد شمشيك عن طبيعة ما حدث من محاولة إنقلابية في تلك الليلة وكلمة الرئيس التركي التي وصلت إلى عموم الشعب ودور المعارضة البناء من هذه المحاولة وكذلك الحديث عن طبيعة العلاقات التركية القطرية دعونا نشاهد هذه المقابلة مع نائب رئيس الوزراء التركي ومن ثم لنعوده سيد محمد أهلا وسهلا وسعداء بوجودك معنا أهلا وسهلا بأخي محمد حياك الله سيد محمد دعنا في البداية نتحدث عن ما جرى في تركيا من انقلاب عسكري فاشل كيف كانت بداية هذا انقلاب كانت هناك محاولة انقلاب عسكري تعرضت للفشل لأن الرئيس أردوغان وشعب التركي كانوا متحدين ضد هذه المنظمة الإرهابية وتلك العناصر المحتالة التي هي منصل القوات المسلحة وقد كانت محاولة انقلابية بالغة العنف والخبز لكن يعتقد أن تاريخ الديمقراطية عندما تتم كتابته فانه سوف يسلط الضوى على الكفية التي وقف بها الشعب التركي بكل شجاعة في وجه هذه المحاولات العنيفة غير الشرية وأفشلها وبطبيعة الحال فناريس أردوغان قد خاطر بنفسه شخصيا لأن شخصه كان مستهدفا وأعتقد أن القصة أصبحت معروفة للجميع وعلى الرغم من أن الوحدات العسكرية التي قامت بمحاولة الانقلاب قد توفر لها استخدام الطائرات من نوع F-16 فقد ركب أردوغان طائرة عادية وتوجه إلى اسطنبول وقبل أن يفعل ذلك قام بدعوة الشعب التركي للخروج إلى الشوارع ولأن يكون أفرادهم متحدين ضد هذه المحاولات الإرهابية غير الشرية وهكذا فإن تركيا قد مرت بتجربة كبرى وقد أصبحت الديمقراطية التركية أكثر قوة اليوم وأعتقد أن أي أحد ليس في تركيا فقط بل في جميع أنحاء العالم يفكر في القيام بمحاولة انقلابية لا بد أن يستعرض محاولة الانقلاب التركية وكيف تصد الشعب التركي لها وأفشلها وبالنسبة لي والأفراد الشعب التركي فأن لدينا شعور بأن ما حدث أمر يصعب تصديقه وأنه كان بمثابة الكابوس لكنه يظل كابوسا أصبح من الماضي إذن فقد بشلت المحاولة الانقلابية وتمكن الشعب التركي وبسرعة كبيرة من العودة إلى الوضع الطبيعي وصحيح أننا نعيش تحت نظام حالة الطوارئ لكن ذلك النظام الموقت لا هدف له غير القضايا على العناصر الفاسدة والخبيثة والإرهابية في جسم القوات المسلحة واجهزة الدولة ومن ثم استخدام الأدوات التي يمنحها نظام الطوارئ لإعادة يكلة القوات المسلحة التركية وإصلاح المنظومة العسكرية التركية وذلك ما قمنا به فعلا وبالتالي فإن قدرة أكبر للنظام المدني في مراقبة المنظومة العسكرية قد تمخضت عن محاولات الانقلاب الفاشلة واعتقد أن ذلك ما يجعل النظرة إلى تركيا أكثر إيجابية وأن الديمقراطية التركية خرجت من الأزمة أكثر قوة كما أن الاقتصاد التركي والحياة اليومية للمواطن الأتراك قد عادت إلى مجرها الطبيعي تطرقت سيد محمد إلى عدة مواقف واستجابة الشرعية في الظهور من جديد في تركيا وأيضا من ضمن تلك المواقف التي لا تنسى وأثرت في قلوب العديد من ما شاهد هذه المواقف هو وقوف المواطنين أمام الذبابات كيف تبعتم هذه المشاهد؟ الحكومة التركية والرئيس التركي قد تم انتخابهما بطريقة شرعية ويحضياني بدعم شعبي كبير وقد مرت تركيا بفترة تحول هام خلال 15 سنة الأخيرة فقد أصبحت تركيا أكثر غناً وقمنا بتوفير الملايين من فرص العمل وبالتالي فإن الناس راضون تماماً على حكومة الشرعية المنتخبة لذلك فعندما حدثت المحاولة الانقلابية الإرهابية غير الشرعية فقد خرج الناس إلى الشوارع والساحات وجازفوا بحياتهم الشخصية ليتصدوا لهذه المجموعة الخبيثة الإرهابية ونحن نعتقد أنهم إرهابيون لأن تركيا عرفت عدة محاولات انقلابية في الماضي في عام الستين وفي بداية السبيليات ثم في عام ثمانين وثلاثة محاولة أخرى في عام سبعة وتسين لكن هذه المحاولات الانقلابية كانت الأكثر عنفاً وخبثاً لقد كانوا مستعدين لارتكاب مباحة ضد المدنيين الذين لم يكونوا يحملون أي سلاح ومع ذلك فإن أفراد الشعب أظهروا أقصى درجات الشجعة ووقفوا في وجه الدبابات والطائرات والمروحيات لماذا؟ أولاً لأنهم يؤمنون بالديمقراطية لأن نجاح الانقلاب كان سيعود بتركيا ثلاثين أو أربعين عاماً إلى الوراء وبذلك كان مستقبل تركيا معرضاً للحضر وثانياً فإن الشعب يضع ثقته الكاملة في الرئيس أردوغان وفي حكومته التي حصلت منذ ما لا يزين عن سنة على ما يفوق الخمسين في المئة وحتى من لهم مشاكل مع الحكومة خرجوا بدورهم إلى الشوارع لأنهم كانوا يعرفون أن تلك المحاولة الانقلابية غير الشرعية كانت ستجعل تركيا تتأخر ثلاثين أو أربعين عاماً لأن كل انقلاب أو محاولة انقلابية في الماضي أوقفت مسيرات ديمقراطية وتسببت في ضعف الاقتصاد وعرقلت تطلعات الدورة التركية وبالتالي فإن الأتراك عندما خرجوا فعلوا ذلك من أجل أطفالهم ومن أجل الأجهال القادمة خرجوا لحماية مستقبلهم وذلك ما يفسر شجاعتهم وأقدامهم في التصدير الانقلابيين أيضاً سيد محمد هناك تهديدات من قبل الاتحاد الأوروبي بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في حال تطبيق عقوبة الاعدام مع أن عقوبة الاعدام مطبقة في العديد من دول العالم في الصين، في روسيا وكذلك في أمريكا تعليقكم على هذا التهديد لقد كانت هذه المحاولة الانقلابية على درجة من العنف اعتقد معها الكثيرون بأن من حاولوا الانقلاب وأعدوا له ينبغي أن يتم تقديمهم للعدالة وأن يتم إعدام من ثبت إدانتهم لكن بطبيعة الحال تلك هي المشاعر التي تتفاعل في نفوس الناس في خضم الأحداث والاستياء الكبير من المحاولة الانقلابية والتي لم يتم بعد اتخاذ قرار فيما يتعلق بإمكانية إعادة عقوبة الاعدام من عدمها لكن دعني يوضح الأمر الغرب وأوروبا بشكل عام قد فشل في اختبار هام عندما لم يظهر ما يكفي من التضامن مع الشعب التركي الذي تصدى لدفاع الديمقراطية لأنه يعتقد أنه من الصعب فهم المواقف الأوروبية ومواقف الغرب إن أكبر مظاهر التضامن قد جاءت من بلدان مثل دولة قطر وغيرها نعم هناك جدل حول حكم الاعدام فهذا مجتمع ديمقراطي وإي موضوع يمكن أن يتم طرحه للنقاش لكن ما كنا نتوقع من الغرب هو أن يقوم بدون فرضيات واستدراكات بإظهار الدعم الكامل للحكومة الشرية المنتخبة ديمقراطيا لهذا البلد بالإدانة الكاملة لأي محاولة انقلابية لكن لسوء الحظ ما رأيناه النفاق من قبل الغرب حتى في مثل هذا السياق أيضا سيد محمد بالنسبة إلى إعلان حالة الطوارئ فهناك انتقادات إلى تركيا من قبل العديد من الدول بموقفها من إعلان حالة الطوارئ مع أن حالة الطوارئ تعلن في العديد من دول العالم بل وتمدد في بعض الدول على سبيل المثال فرنسا مددت من ثلاثة شهور إلى ستة شهور وسبب ذلك تفجير هنا أو هناك فما بلك بانقلاب على الشرعية لقد رأينا في العديد من الدول الغربية مثل فرنسا أو ألمانيا أو غيرها أن أي حادث إرهابي مهما كان صغيرا يتم استخدامه كمبرر لإعلان حالة الطوارئ فيما يتعلق بتركيا لم يكن إعلان حالة الطوارئ موجها ضد الشعب فقد تم إعلانه لسببين بسيطين أولهما التعجيل بإحالة من كانوا وراء المحاولة الإنقلابية للقضاء وثانيهما التطهير البلد من عناصر هذا التنظيم التأمري أو من تبقى منهم لأنهم اخترقوا المؤسسات الحكومية وفي أجهزة الدولة ونحن نحتاج إلى تطهير تلك المؤسسات منهم وهذه عملية مستمرة منذ أربعين أو خمسين عاما فمنذ السبعينيات كان التنظيم الإرهابي ليغولين يحرص على جعل التابين له ينتشرون في الأجهزة الأمنية وفي القوات المسلحة وفي الأجهزة القضائية وغيرها وكان آخر ما قاموا به هو المحاولة الإنقلابية إذن فإعلان حالة الطوارئ هدف فقط إلى أمرين تطهير أجهزة الدولة منهم ثم القيام بإصلاحات وهو ما تم بالفعل وقد جان القوات المسلحة الآن تحت السيطرة الكاملة والسلطات المدنية مستفيدين من هذه الفرصة فرصة حالة الطوارئ التي هي لا تختلف كثيرا عن حالة الطوارئ في فرنسا أو في أماكن أخرى لكن لسوء الحظ فعندما يقومون هم بمثل هذا الأمر لا يرون مشكلة في ذلك أما تكون تركيا هي التي قامت بذلك فأنهم لا يفرطون في أي فرصة لانتقادها إن حياة الناس العادية في تركيا لم تتغير أبدا وكذلك حياة الأعمال وكل ما حدث ويحدث هو حالة من ارتكبوا تلك الجريمة إلى القضاء وهو إصلاح تلك المؤسسات التي أضعف تسرب عناصر التنظيم الإرهابي إليها وتقويتها سيد محمد من الردود المضحكة هو ما دعا النظام السوري بأن تركيا بدأت تتراجع دموقراطيا ونسي هذا النظام بأن رئيسه قتل ستمية ألف شخص وشرد الملايين من الشعب السوري الشقيق وهو الآن يتحدث عن الديمقراطية كيف تردون على مثل هذه الردود؟ ذلك أمر مذهل حقا أعني أنه في سوريا تعرض للقتل ما يزيد عن ثلاثمائة ألف شخص في حين أصيب الملايين من الناس واضطر نحو تسعة أو عشرة ملايين إلى النزوح وأصبح هناك الملايين من اللاجين ثم يأتي مثل هذا التعليق من نظام ديكتاتوري إنه أمر مذهل ذلك كل ما أستطيع أن أقوله إن الديمقراطية التركية أكثر قوة اليوم مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع لماذا؟ لأننا استخدمنا هذه الفرصة لإصلاح المنظومة العسكرية بحيث لن تواجه تركيا أبدا في المستقبل مثل هذا التهديد ثانيا وبالنظر لكون الأمة التركية بأكملها وجميع ثياتها العرقية المختلفة وانتمائتها السياسية كانت متحدة ضد المحاولة الانقلابية وخرجوا جميعهم إلى الشوارع بل إن التوتر السياسي المحلي قد تراجع وانخفضت حدته بينما تزايد الانسجام وتوافق السياسي إذن فالديمقراطية التركية أصبحت أكثر قوة وأصبحت الساحة السياسية التركية أكثر إيجابية وتعزز الاستقرار السياسي ولم نفرض أي قيود على الحقوق والحريات الأساسية ويمكنك أن تخرج بعد نهاية هذا اللقاء وانظر ما يحدث الشوارع الحياة طبيعية تماماً هل يمكننا أن نقول ذلك بالنسبة لأي منطقة في سوريا؟ وبالتالي فإن ما أستطيع القيام به هو أن أكرر أنه أمر مذهل أن يصدر مثل هذا التعليق من بلد كهذا هنا سيد محمد ننتقل بالحديث عن الاستثمارات في تركيا هناك من يقول بأن الاستثمارات في تركيا تأثرت نتيجة انقلاب العسكري الفاشل ماذا تقولون في هذا الجانب؟ بالنسبة للاقتصاد التركي كان هناك تذبذب مؤقت في الأسواق المالية لكن سرعان ما تم تدارك الأمر وكانت الأمور في طريقها للوضع الطبيعي بل إن رد فعل السوق على هذه الأحداث لم يكن مختلفاً عنه في حال حوادث بسيطة في الماضي وصحيح أن المحاولات الانقلابية كانت مثيرة بشكل كبير غير أنها تبدو كأنها كابوس تجاوزناه وتركناه وراءنا والاقتصاد التركي تميز بقوة والمرونة وقد مررنا خلال السنوات القليلات الماضية باختبارات كبرى في شكل توترات جغرافية سياسية مثل أزمة الديون في منطقة اليورو والعديد من الانتخابات والكثير من المشاكل الأخرى لكن الاقتصاد التركي بين عام 2010 مثلاً و2015 حقق نمواً بنسبة 25% وهي أعلى وأسرع نسبة نمؤ بين بلدان منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية الاقتصاد التركي هو سادس أكبر اقتصاد في أوروبا ويبلغ عدد سكاننا ما يقارب الثمانين مليوناً وهو اقتصاد كبير وهم ويبدو مستقبل الاقتصاد التركي في المدى الطويل واعداً بشكل كبير إذن فإن أمكانات تركيا الاقتصادية ما تزال قوية جداً وخلال النقل السنوات العشر الأخيرة استقطبنا ما يزيد عن 170 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية وبالتالي فأني أعتقد أن تركيا تظل مركز جذب صحيح أننا تعرضنا لهزة لكنها أصبحت الآن من الماضي وسوف نستمر في الإصلاحات وفي تعزيز قوتنا ومرنتنا وأعتقد أن تركيا سوف تخرج من هذه الأزمة سواء في مجال الديمقراطية والاقتصاد أقوى بكثير مما كانت عليها لأننا سوف نستفيد من هذه الفرصة للقيام بالإصلاحات وينبغي أن لا ننسى أن كل أزمة تكون أيضاً مصحوبة بعدد من الفرص ولذلك فقد قمنا إلى الآن بإصلاح المنظومة العسكرية التركية التي أصبحت خضاة لمراقبة الحكم المدني ونحن نضاعف حالياً جهودنا الرامية للقيام بالإصلاحات الاقتصادية من خلال البرلمان وهكذا فإن الحياة قد عادت إلى طبيعتها ولم تتغير كثيراً تحدثنا سيد محمد عن الاستثمار وعن الاقتصاد في جمهورية تركيا الشقيقة وهنا ننتقل إلى جانب آخر ومهم هو السياحة هل السياحة تأترت من هذا الانقلاب؟ السياحة التركية كانت تعاني حتى قبل حدوث المحاولات الانقلابية وبسبب عدد من الحواث اللارهابية فأن عدد السياح القادمين إلى تركيا كان منخفضاً في النصف الأول من العام غيراناً نعتقد أن ذلك وضو موقعت إذ أن تركيا هي سادس أكبر وجهة سياحية في العالم ونحن نستقل نحو أربعين مليون من السياح سنوياً وقد كان العام الماضي عاماً صعباً غير أنه متأكد تماماً من أن هذه المحاولة الانقلابية لم يكن لها ضرر أو تأثير دائم وسوف نتدارك الوضع لأن تركيا كما قلت وجهة جذب سياحية سيد محمد يبقى سؤال أيضاً في قاية الأهمية هل خطر الانقلاب الفاشل لا زال قائماً أن اختفى تماماً؟ نعم لأن جميع من شاركوا في المحاولة الانقلابية قد تم يلقاء القبض عليهم جميعاً وقد تم طردهم من القوات المسلحة بالإضافة إلى كوننا قد أدخلنا إصلاحات على المنظومة العسكرية ففي الماضي كانت القوات المسلحة عبارة عن منظومة منغلقة على نفسها والآن قمنا بإنشاء وزارة دفاع قوية مدنية وأصبحت جميع القوات البرية والجوية والبحرية عيدة بالنظر إلى وزارة دفاع مدنية وثانياً فإن الأكاديميات والمدارس العسكرية التي كانت عبارة على الأماكن يتم فيها ترسيخ العقلية الانقلابية قد تم حلها بالكامل وإنشان بدلاً منها جامعة عسكرية جديدة تضم أكاديميات عسكرية مختلفة لكن تتم دارتها من قبل المدنيين بمقاربة ديمقراطية وعقلية مدنية وثالثاً كان لدينا قوة الجندرما وقوة خفر سواحل التي كانت مرتبطة بالقوات المسلحة فنقلناهما تحت إشراف وزارة الداخلية التي هي بدورها تحت الإدارة والإشراف المدنيين بالكامل إذن ما قمنا به هو عادة أيكلة أساسية وإصلاح للمنظومة العسكرية ونحن الآن أيضاً بصدد النظر في عادة أيكلة مصالح الاستخبارات إلى جانب إصلاحات أخرى وفي الوقت نسي نحن مستمرون في تطهير مختلف المؤسسات الحكومية من بقاء منظمة فتح الله قولن الذين كانوا متواطئين مع المحاولة الإنقلابية أو مشاركين فيها أو داعين إليها وقد رأى الجميع ما يقدر الأتراك العاديون القيام به لذا لا أعتقد أن أحداً ستكون له الشجاعة للقيام بمحاولة إنقلابية أخرى سيد محمد المسؤولون الأتراك أعربوا عن سعادتهم من ردة فعل دولة قطر على المستوى الرسمي وكذلك على المستوى الشعبي كيف تابعتم ردة الفعل لدولة قطر اتجاه هذا الانقلاب العسكري الفاشل؟ نحن في غاية الامتنان للتضامن والدعم الذي وجدناه من الشعب القطري والحكومة القطرية لأننا في ليلة الانقلاب عندما حط طائرة الرئيس أردوغان في مطار أتتورك في إسطنبول كان أول اتصال تلقاه من سمو أمير دولة قطر وكان أول وزير خارجية قام بزيارة إلى تركيا بعد المحاولة الانقلابية هو وزير خارجية قطر إذن تربطنا بدولة قطر علاقات خاصة إنه تواصل بين القلوب وبين الشعبين وبين الحكومتين في البلدين ولدينا علاقات سياسية ممتازة بدولة قطر كما أن علاقاتنا الاقتصادية تتطور باستمرار لذا فنحن ممتنون للدعم القطري لأن قطر تتمتع بمواقفها المبدئية فقد دافعت عن الديمقراطية ودافعت عن حكومة الشرية المتخبة ولننسى أبدا هذه المواقف الدائمة لنا وهذه عادة لدولة قطر دائما تقف إلى جانب الشرعية في كل مكان دعنا سعادة سيد محمد ننتقل بالحديث عن الاستثمارات القطرية في تركيا وأيضا الاستثمارات التركية في قطر أين وصلت حتى الآن بفضل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين وللأفاق الواعدات للاقتصاد القطري والتركي فإن علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار تتطور بسرعة وبقوة إذن قطر تتمتع بوجود قوي في تركيا وفي عديد المجالات مثل القطاع المصرفي أو الإعلامي أو قطاع الانشاءات والعقارات وغيرها وفي المقابل فإن تركيا بفضل الدعم القوي من الحكومة القطرية لها العديد من الشركات التي لها نشاطات وأعمال في دولة قطر وبصرف النظر عما حدث مؤخرا فأني أعتقد أن العلاقات الاقتصادية من تجارة واستثمار بين البلدين سوف تستمر في التطور السريع لأنه لا يزال هناك إمكانات هائلة مثل هذا التطور ولدينا كما قلت علاقات سياسية متازة وأعتقد أنها ستستمر في الانعكاس بشكل إيجابي على العلاقات الثنائية بين الطرفين تعالى سيد محمد ننتقل إلى الجانب السياسي هناك تقارب في وجهة النظر بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة في العديد من القضايا سواء كانت تقليمية أو حتى الدولية كيف يمكن أن نقيم هذا التقارب بين البلدين؟ إن قطر وتركيا تقاس من الرؤية نفسها فنحن نريد منطقة لشرق الأوسط تنعم بالاستقرار وبالازدهار كفى هذه المنطقة من العالم معرفة من معنى ولذلك فإن النظر إلى السياسة الخارجية لقطر وتركيا وإلى رؤيتهما بشكل شامل سيجد العديد من نقاط التوافق والتشابه ونحن متخدان في وجهات النظر تجاه العديد من المسأل لماذا؟ لأن زاوة النظر لدينا معنى تتميز بطابع أكثر إنسانية وأكثر أخلاقية ولدينا مواقف تقوم على مبادئ ثابتة إنها ليست مقاربة انتهازية قصيرة المدى بل هي مقاربة على المدى البعيد تأخذ بعين الاعتبار توفير الازدهار لهذه المنطقة واستطباب الأمني في العالم وبالتالي فننا نعمل من أجل إرساء أسس الازدهار والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم وهكذا فإن قطر وتركيا متحدتان في محاربة الإرهاب الدولي وضد تنظيم الدولة لكنهما أيضا متحدتان ضد الفضائل التي يرتكبها طغاة مثل هؤلاء الذين في سوريا سيد محمد لا نريد أن ننهي هذا اللقاء دون الحديث عن مستقبل العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية الشغيقة مستقبلا المستقبل بين البلدين مشرق وأنا متفائل وأعتقد أولا وكما قلت أن لدينا علاقات سياسية ممتازة كما أن العلاقات التجارية وعلاقات الاستثمار التنائية في نمو مستمر ونحن نمثل قوة بناءة في هذه المنطقة من العالم وعندما نكون معا فأننا نكون أكثر قوة لذلك فأن مستقبل العلاقات بين قطر وتركيا يبدو إيجابي بشكل كبير لأنه قائم على مبادئ ثابتة وبالنظر إلى مقاربته الإنسانية والأخلاقية تجاه المشاكل الإقليمية وغيرها من المسائل لذا أعتقد أن هناك أثاق وإمكانيات كبيرة بالنسبة للعلاقات القطرية التركية سواء فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي أو السياسي وأرجو أن تساعد هذه المقاربة البناءة في الوصول إلى وضع أكثر سلاما واستقرارا وبالتالي أكثر ازدهارا في منطقة الشرق الأوسط وفي إفريقيا السيد محمد في نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة شكرا جزيلا محمد شكرا جزيلا لتلفزيون كطار والسلام إلى الشعب القطاري السيد محمد تمشيك نائب رئيس الوزراء في جمهورية تركيا شكرا جزيلا لك طبعا قبل أن نختم معكم مشاهدين الكرام حلقة اليوم فلا بد من التذكير بأن موعد الحلقة الثالثة من هذه التقطية سوف يتجدد معكم غدا بإذن الله بعد نشرة الثامنة والنصف إلى هنا وصلنا معكم مشاهدين إلى نهاية حلقتنا الثانية من هذه التقطية لكم مني ومن القائبين على هذه التقطية التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة